اشتركوا في القناة اعزائي التلاميذ مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس عن بود اليوم بإذن الله سنقدم درس بعنوان التناسبية 4 السرعة المتوسطة قبل الشروع في شرح هذا الدرس سنجيب عن التمرين التالي أي المبيانين يمثل وضعية تناسبية إذن من خلال ملاحظة يتبين أن نقط المبيان ألف تشكل لنا نصف مستقيم يمر من أصل المعلم ومنه فالمبيان الذي يمثل وضعية تناسبية هو مبيان ألف كأهداف لهذا الدرس سنتعرف على كيفية حساب السرعة المتوسطة المسافة أو المدة في حركة منتظمة إضافة إلى تمثيل حركة منتظمة مبيانيا واستعمال المبيان لتحديد السرعة المتوسطة أو المسافة أو المدة إذن نشاط أول سنتعرف على حساب السرعة المتوسطة مع وضعية الانطلاق التالية قطع الطائرة مسافة 80 كم في مدة 20 دقيق سؤال أول ما هي المدة الزمنية التي ستستغرق هذه الطائرة لقطع مسافة 200 كم سؤال تاني ما هي المسافة التي تقطعها الطائرة خلال ساعة واحدة إذن لحل هذه المسألة يمكن الاستعانة بالجدول التناسبية التالي إذن من خلال الجدول سنحسب معامل التناسب إذن معامل التناسب هو قسمة خانة السطر التاني على السطر الأول أي 80 مقصوم على 20 تساوي 4 ومنه معامل التناسب هو 4 إذن لانتقال من خانة السطر الأول إلى خانة السطر الثاني نضرب في 4 ولانتقال من خانة السطر الثاني إلى خانة السطر الأول نقسم على 4 إذن ما هي المدة الزمنية اللازمة لقطع مسافة 200 كم إذن المدة هي 200 مقصوم على 4 تساوي 50 دقيق وما هي المسافة المقطوعة بالكيلومتر خلال مدة زمنية تساوي 60 دقيقة إذن المسافة هي 240 كم في هذا النشاط سنحاول تعرف على كيفية تمتيل مسافة مقطوعة بدلالة المدة الزمنية بواسطة رسم مبياني وذلك من خلال الوضعية التالية تقطع سيارة مسافة 1.5 كم في كل دقيقة إذن سنقوم بملء الجدول التالي وننشئ رسما مبيانيا يمثل هذه الوضعية وهل هذه الوضعية هي وضعية أعداد متناسبة ثم سنحاول تحديد مسافة التي تقطعها السيارة في مدة ثاعة لحل هذه الوضعية نستعلم بالجدول التالي أي أن هذه السيارة استغرقت دقيقة واحدة لقطع مسافة 1.5 كم إذن من خلال الجدول يتبين أن معامل التناسب هو 1.5 إذن لقطع مسافة 30 كم يلزمنا 20 دقيقة ولقطع مسافة 60 كم تلزمنا 40 دقيقة كذلك ومثال بالنسبة لـ 90 كم تلزمنا 60 دقيقة وأخيرا 120 كم تلزمنا 80 دقيقة إذن هذا هو الرسم المبياني للجدول إذن من خلال الرسم يتبين لنا أن هذه الوضعية تحقق وضعية أعداد متناسبة لأن نصف المستقيم يمر من أصل المعلم والمسافة التي تقطعها السيارة في مدة ساعة إذن ساعة كما تلاحظون تمثل 60 دقيقة سنقوم بإسقاطها على محور الأراتب الذي يمثل المسافات ثم نحصل على 90 كم في الساعة إذن هذه السيارة ستسارق ساعة لقطع 90 كم وكخلاصة لهذا الدرس فالسرعة المتوسطة تمثل المسافة مقسومة على المدة ويمكن التعبير عنها بالوحدة الكيلومتر في الساعة أو المتر في الثانية ولحساب مدة نقسم المسافة على السرعة وكذلك بالمثال بالنسبة لحساب المسافة نضرب المدة في السرعة المتوسطة نمر إلى التطبيق تسير شاحنة بسرعة 60 كم في الساعة وقطعت مسافة 150 كم إذن ما هي المدة التي استغرقتها؟ كجواب على هذا السؤال فالمدة التي استغرقتها هذه السيارة هي فنلاحظ تطبيق مباشر للقاعدة أي أن المدة تساوي المسافة مقسومة على السرعة أي 150 مقسومة على 60 تساوي 2.5 إذن استغرقت السيارة ساعتين ونصف لقطع مسافة 150 كم وشكرا على حسني تتعبوهكم ترجمة نانسي قنقر